بونجور تول موندي بيانفوني سورماشين اليوم ان شاء الله في هاد الفيديو غادي نخدمه لابواطا ميرفي اللي غادي نشوفو فيها ثلاثة ديالي حويش اول حاجة لابيوغرافي دو احمد صفريوي اي السيرة الداتية ديالو وشكون هو تاني حاجة لفيش دو اليكتور وثالث حاجة لبرسوناج وغادي بقاولينا ليشابيط نخدموهم في فيديو اخر ان شاء الله نبدأ باول حاجة السيرة الداتية ديال احمد صفريوي احمد صفريوي هو كاتب مغربي ولد بمدينة فاس سنة 1915 من والدين من اصول بربارية وهو اول كاتب ديال الادب المغربي للتعبير الفرنسي بدأ احمد الحياة ديالو الميانية كصحافي شاب في يومية عمل الشعب ثم ككاتب لمقالة تاريخية وفي 1949 غادي نشر اول رواية له لشاب لي دونبغ اللي غادي ياخد عليها جائزة المغرب الكبرى في الادب وغادي توفى في الرباط سنة 2004 ندوزو لها فيش دو اليكتور فيش دو اليكتور هو تعريف شامل للرواية وغادي نبدأه بعنوان الرواية فعنوان الرواية هو لابواطة ميغفاي اي علبة العجائب تكتبات سنة 1952 واتنشرات في سنة 1954 اللي كتبها هو احمد الصفريوي المزداد سنة 1915 بفاس وتوفى سنة 2004 بالرباط في القرن العشرين ومن مؤلفاته نوع هاد الرواية هو سيرة داتية عدد فصولها 12 فصل الراوي في هات القصة هو سيد محمد اي هو اللي كيحكي لنا الاحداث والوقائع اللي وقعوا ليه مني كان صغير هو نفس الشخص اللي كتبها اي ان احمد الصفريوي هو سيد محمد النوع الادبي ديال الرواية هو ادب مغربي للتعبير الفرنسي وبالنسبة للشخصيات الرئيسية هما سيد محمد اللي هو البطل لاذا زوبدة هي ام سيد محمد وكين المعلم عبد السلام اللي هو اب سيد محمد وهات شي كامل غادي نعرفوه فشيقة تالي ديل الشخصيات لي قبل نهضره عليهم خاصة نعرفه اولا مكان الاحداث فمكان الاحداث هو دار الشوافة ادي واحد دار فيها الطابق الاردي والطابق الاول والطابق التاني اسميتها دار الشوافة حيث هي المسؤولة على هديك الدار المهم في الطابق الأرضي ساكنة الشوافة اللي اسميتها طونت كنزة ولكن قولوليها لفوايون وفي الطابق الأول ساكنة رحمة مراد دريس العواد وبنتهم زينب وفي الطابق الثاني فهو مقسوم على جوج فيه جوج دي العائلة العائلة اللولة فيها المعلم عبد السلام ومرتولالة زوبيدة وولدهم سيدة محمد أما العائلة الثانية ففيها فاطمة البزيوية وراجلها علال الجارديني دابا مني عرفنا ما كالأحداش سأذهب لكل شخصية بوحدها ونبدأه بالشوافة الشوافة قلنا ساكنة في السفلي والجيران كعيطوليها طونت كنزة خدامة شوافة داكشي علاش هي مشهورة بزاف في الحي شخصية التانية سيدة محمد سيدة محمد هو واحد دري صغير عنده ست سنين تساكن في دار الشوافة وكيحس بالوحدة عنده مويول الأحلام والصديق الوحيد دياله هي الأبواطا ميغفاي اللي فيها شيحويج بحلم صامار رقف البلاسارو تصدف ديال القامجة وشيكورات زوزاجية أما الشخصية التالتة فهي لالة زوبيدة هي أم سيدة محمد أمرات المعلم عبد السلام كتآمن بالخرافات عندها وحد الفوم كبير ونف صغير عندها تنين وعشرين عام وتتدعي أنها من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية الرابعة المعلم عبد السلام المعلم عبد السلام هو أب سيدة محمد وزوج لالة زوبيدة هو من أصل جبلي وخدام في الناسيج عنده 40 عام صحيح بدنيا وطويل وعنده اللحية الشخصية الخامسة رحمة رحمة هي مرأة دريس العواد وأم زينب زوينة بالزاف وديمة ضحكة وعندها بشرة صمراء أما الشخصية السادسة دريس العواد دريس العواد هو زوج رحمة وأب زينب خدام في شركة لصناعة المحراج وحتى هو عنده 40 عام الشخصية السابعة زينب زينب هي بنت دريس العواد ورحمة عندها 7 سنين كبر من سيدة محمد بعام الشخصية التامنة فاطمة البزيوية فاطمة البزيوية هي مرأة علال الجارديني ساكنة في نفس الطابق مع عائلة سيدة محمد الشخصية التاسعة علال الجارديني علال الجارديني هو زوج فاطمة البزيوية خدام بستاني الشخصية العاشرة الفقه الفقه هو أستاذ في مدرسة قرآنية اللي اسمي جهلم سيد وهو كابوس بالنسبة لسيدة محمد حيث عنده واحد لأسق كيبقى يضربهم بها الشخصي 11 هو دريس دريس هو واحد المتعلم دي اللي المعلم عبد السلام وخادمه المخلص والمفيد الشخصي 12 لالا عيشة لالا عيشة هي الشجارة القديمة دي العائلة الراوي كتداعي انها شريفة وستيد محمد كيكرهها بزيف حيش كتعصبه وكين راجلها مولاي العربي خدام كيصاوب بن عالاج اللي غدي تزوج عليها بالمرأة التانية اللي هي بنت الكوافور والشخصي 14 سيد محمد بنت طاهر حلاق كيسكون في الحي ديال الراوي والموت دياله غدي تدير سخانة لسيد محمد والشخصي 15 عبد الله عبد الله هو البقال ديال الحي عنده شعبية كبيرة والزبنة اقلال الحانود دياله كين في الحفارين وسيد محمد كيعجبوه القيصص اللي كيعود ليهم عبد الله مولحانوك الشخصي 16 حموسق اسميته حموسة حيش هو قسير القامة وهو الصادق ديال سيد محمد ولكن غير في المسيد وبقالينا سيد عبد الرحمن اللي هو الحلاق ديال المعلم عبد السلام وسيد محمد ما كيبغيهش حيش عارفوش نهار غديكون هو المسئول على الختانة دياله وكين سيد العرافي حتى هو شواف كتمشي عنده للا زوبيدة وللا عيشة باش يتشاوروا معاه وكين سلامة سلامة هي البنت اللي غديتعون مولاي العربي باش يتزوج ببنت الكوافور عبد الرحمن وكين الظهور هي الشجارة ديال للا عيشة واخر شخصية سيد عشمان والزوجة دياله للا خديجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة